اشتركوا في القناة ورشة عمل لنشر استراتيجية إصلاح المالية العامة وخطة العمل الخمسية الجيش الإسرائيلي يفرج عن خمسين أسيرا من قزة أهلا بكم استضاف قصر الشعب اليوم ورشة عمل لنشر استراتيجية إصلاح المالية العامة وخطة عمل 2024-2027 ونظم هذه الورشة بشكل مشترك كلا من وزارة الميزانية ووزار الاقتصاد والصناعة وذلك برئاسة وزير الميزانية سيد عثمان إبراهيم روبلا ووزير الاقتصاد والمالية سيد إلياسي موسي دوالي وضم الاجتماع العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين في الإدارة العامة بالإضافة إلى الشراكاء الفنيين من بينهم البنك الدولي وفي عام 2022 قدمت جيبوتي نظام إدارة المالية العامة لديها للتقييم الإنفاق العام والمسائلة المالية وتنقسم الاستراتيجية الجديدة التي تقطي الفترة 2024-2030 إلى خطة عمل الأولى مخططة للفترة 2024-2027 وتهدف استراتيجية إصلاح المالية العامة إلى تعزيز الحوكمة الاقتصادية والمالية وكذلك عملية التحديث لإدارة العامة والموأمة النظام إدارة المالية العامة مع المعايير الدولي والممارسات الجيدة لتعزيز المالية العامة ممثلة البنك الدولي في جبوتي أعربت في كلمة لها عن ارتياحها للمشاركة في هذه الورشة يسعدني أن أكون معكم اليوم في هذه الورشة الوضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية وخطة العمل لإصلاح إدارة المالية العامة في جبوتي ويتسبع تطوير الاستراتيجية وخطة العمل تقرير يتناول تقييم أداء نظام الإدارة المالية العامة للإنفاق العام والمساءلة المالية والتي تمت الموافقة عليه في مارس عام 2023 وتشخيصات أخرى مثل مراجعة مشتريات خطة العمل المالية وغسلت تقرير برنامج الإنفاق العامة الضوء على العديد من نقاط القوة وكذلك العديد من النقاط التي تتطلب تحصيناتنا في نظام إدارة المالية العامة وبصفة ممثلة للبنك الدولي يسعدني أن أتحدث نيابة عن مجموعة البنك الدولي وجميع شركاء الفنيين والماليين والذين ذكرتهم والذين يدعمون الحكومة في عداد وثائق الإصراع الخاصة بإدارة المالية العامة ولاصية مع تنمية الإفريقي البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي وبرامج الأمم المتحدة المائية إن إدادة استراتيجية إصلاح إدارة المالية الأمومية هي نتيجة عمل جماعي تفاعلي بين مختلف الجهات المعنية بدوره أوضح وزير الميزانية أن إصلاح المالية العامة يشكل العمود الفقري لسياسة الحكومة ويهدف إلى تحسين إدارة الاقتصادية والمالية لبلادنا يشكل إصلاح المالية العامة العمود الفقري لسياسة الحكومة ويهدف إلى تحسين الإدارة الاقتصادية والمالية وتعزيز المؤسسات المكلفة بالميزانية والجهات الفاعلة الرئيسية في المالية الأمة ويكتصي هذا الإصلاح أهمية كبيرة في الصياق الاقتصادي الحالي الذي يتصم بقدر كبير من الأهمية حيث تظل إسجابة الميزانية الوصيلة الوحيدة لتخفيف الأزمات وتعيئة الظروف للنمو الشامل والمستدام كما تهدف هذه الوشرة إلى نشر استراتيجية الإصلاح المالي وخطة العمل الموحدة بين الجهة المالية العامة إنه حقا هدف مركزي لتوحيد جميع أصحاب المصلحة في إدارة المالية العامة حول التزامات مشتركة وولويات محددة وإجراءات مهمة لتحقيقها ستكون هذه الوثيقة بمثابة إطار بالحوار مع الشركاء الفنيين والماليين الموجودين هنا والذين يساعد عموننا في سياق عملنا خلال فترة الخمس السنوات القادمة من جهتي أشار وزير الاقتصاد والمالية سيد إلياسي موسي دوالي إلى أن إدارة المالية العامة وإسلاحها هو موضوع رئيسي ووضح أن استراتيجية إصلاح المالية العامة تتبع إصلاح حكمة الشركات العامة مشيرا إلى أن جبوتي قامت في السنوات الأخيرة بالعديد من الإصلاحات كجزء من هذه الإصلاحات الهيكلية وقال إننا نقود أنجدة طموحة ولكن كل ما تم القيام به حتى الآن لن يتشكل إلا إذا نجحنا في هذا الإصلاح الإداري لإدارة المالية العامة وقال شهدت جبوتي فترة تحول كبيرة إلى حد ما في السنوات الأخيرة حيث شهدنا تحولا كاملا في بنت الناتج المحلي الإجمالي لقد شهدنا الكثير من المؤشرات تتغير بشكل إيجابي لقد تم الالتزام باستثمارات بمليارات طولارات بهدف تعزيز وحكمة الإدارة العامة لليوم الثاني على التوالي تتواصل اجتماع الرابع الأربعين لمجلس الإدارة والاجتماع الثاني والعشرين للجمعية العامة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية في جبوتي وبحضور شخصيات بارزة من قطاع المالية الإسلامية من جميع أنحاء العالم هذه اللقاءات تشكل خطوة همى لمحافظ البنك المركزي الذي سيتولى رئاسة مجلس الخدمات المالية الإسلامية وفي ختام هذه الجلسة تم عقد مؤتمر صحفي لسالح المشاركين في هذه الاجتماعات وخلال هذه الاجتماعات من المؤتمر الصحفي أوضح محافظ البنك المركزي الجبوتي أن المصاريف الإسلامية تعد مصاريف ومن حقهم الحصول على ودايع العملاء وهي موارد خاصة من إنشائها وهي لتمويل احتياجات العملاء وتقوم المصاريف بتحويل هذه الموارد إلى استثمارات على هذا الأساس تقوم هذه المصاريف الإسلامية مثل البنوك العادية وهي تمتلك العديد من الموارد وهي أيضا ملك لجميع وتقدم هذه الموارد إلى رجال الأعمال لاستثمارات وتشارك عبر آلية مختلفة كبقية البنوك وخلال مرور الثمانية عشر عام كانت هذه المصاريف بدأت بالسفر وقد وصلت الآن إلى 150 مليار من الاستثمارات أي هذه الاستثمارات الإسلامية وعلينا الآن أن نعزز هذه الاستثمارات احتدنا فندق إيلاغرانت ورشة عمل لتقييم الإطار الطريبي والمالي للتنمية المستدامة المتعلقة بالقطايا على الفقر وتعزيز النظام السحي وتهدف الندوة إلى توفير مصاحة مواتية لللاعبين الرئيسيين للتحديد الاستراتيجيات المناسبة بشكل مشترك لمكافحة الفقر مع تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية من أجل تعزيز رفاهية سكان جيبوتي هذا وأطلق برامج المتحدة الإنمائي طريبة من أجل أهداف التنمية المستدامة في عام 2021 لمساعدة البلدان الاستفادة من الضرائب لتعبية المزيد من الموارج وجرت هذه الورشة بحضور المدير العام للضرائب السيدة محمد موسى روبلا وأكبار كوادر إدارة الضرائب وبالمشاركة خبراء من برامج المتحدة الإنمائي ومتخصصين في الضرائب بالإضافة إلى مسؤولين تنفيذيين من الوزارات المعنية وناقش خبراء برامج المتحدة الإنمائي والمسؤولون التنفيذيون في إدارة الضرائب مسألة فرض الضرائب على الكربون ووضع سياسات شاملة مع لخص الاعتبار أسوات جميع القطاعات المجتمع والشركات والمجتمعات المحلية والمنظمات الغير الحكومية والمواطنين والآن نتابع كلمة مدير عام الجمالك إنه لشرف عظيم لي في هذه المناسبة لافتتاح هذه الندوة المخصصة لتقييم هدفين من أهداف التنمية المستدامة والذين يتمثلان في مكافحة الفقر حتى نتمكن من تعزيز الرفاهية من مواطنين في هذا الإطار أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مبادرة الضرائب من أجل أهداف التنمية المستدامة في عام 2021 بهدف دعم البلدان على الاستفادة من الضرائب من أجل مواصلة تعبئة الموالد الوطنية للتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية بحلول عام 2030 وتتمحور هذه الأهداف حول أربعة مجالات متعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية وتندرج في إطار الإدارة الشاملة للضرائب نشكل برنامج المشاركة القطرية لجمهورية جوتي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة المائي جزءا كاملا من هذا النهجة نظبت الجمعية الوطنية بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي جرسة لعرض الملاحظات الختامية بشأن جيبوتي التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالقضايا على التمييز ضد المرأة سيداءه على البرلمانيين وقدمت العرض سيدة أسترا إجوبامينا النائبة ورئيس اللجنة المعنية بالقضايا على التمييز ضد المرأة وتهدف الجرسة إلى تعريف النواب بعمل لجنة القضايا على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وملاحظاتها النهائية الأخيرة بشأن جيبوتي والتي تهم البرلمانيين والتحديد الإجراءات الأساسية التي يمكن للبرلمان وأعطيه القيام به للمساهمة بشكل أفضل في تنفيذ هذه التوصيات مع المواسطة الوطنية المعنية وفي فبراير 2024 قدمت جيبوتي تقريرها الدوري الخامسة إلى لجنة القطاع على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وشاركت الجمعية الوطنية في عرض التقرير بمشاركة مباشرة وفي شأن محلي آخر وفيما يتعلق بالأخبار المحلية خاصة السفارة الجيبوتية في البلجيكا في الذكرى السابعة والأربعين لاستقلال الوطني المجيد نظمت سفارة جيبوتي في بلجيكا يوما إعلاميا مهما حول الهجرة بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة في إيجيبوتي وقد جمع هذا الحدث الذي تميز بمناقشات قنية وتبادل الآراء العديد من الشخصيات البارزة ومن بينهم السيد آدم محمد دليتا الصفير فوق العادة والمفاوض لإيجيبوتي لدى المملكة بلجيكا وشهدت المناسبة بإلقاء سلسلة كلمات صلضت الضوء على أهمية التعاون الدولي لإدارة تحديات الهجرة وتلعب جيبوتي باعتبارها مفترق طرق استراتيجية للهجرة في مضيب مدى بدورا حاسما في هذه المناسبة وتوضح الاستراتيجية الوطنية للهجرة المعتمدة في عام 2021 وكذلك خطة العمل الخمسية التزام جيبوتي بإدارة تذفقات الهجرة بشكل محترم لحقوق الإنسان وتم الاعترافه بمكتب التنصيق الوطني للهجرة كأداة أساسية لتنصيق جهود الهجرة وتنفيذ الاتفاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة والآن نتوجه إلى اتحاد الوطني للنساء جيبوتي في إطار مسروع لدارة المتكاملة للموارد المائية الذي يموله الصنطوق الدولي للتنمية الزراعية نظم الاتحاد الوطني للنساء جيبوتي بالتعاون مع وزارة الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية دورة تدريبية حول الممارسات الجيدة في مجال الصحة الإنجابية لسالح القابلات التقليديات وجرت هذه دورة بحضور الأمين العامة للاتحاد سيدة فاطمة موسى عبدي ومنسق مشروع سيد إبراهيم حميد ويهدف هذا التدريب إلى الحد من معدلات الوفيات في المناطق الداخلية من خلال تحصين مهارات القابلات التقليديات في مجال الصحة الإنجابية والوقاية من المخاطر المعضية لدى الأمهات والأطفال وحدث الولادة وفي نهاية التدريب تسلمت القابلات من معجاتهم والمسلزمات لتعزيز قدراتهم بالإضافة إلى توزيع شهادات تقديرية للمشاركين في هذه الدورة في إطار التعزيز الاندماج الاجتماعي للأشخاص الصم نظمت الوكالة الوطنية للأشخاص الذوي العاقة بالشراكة مع مركز القيادة ورئية الأعمال ورشة عمل حول ما يتعلق برد المسح الاجتماعي اللغوي للغات الإشارة الجيبوتية وتأتي هذه المبادرة ضمن المشروع البحثي لتوحيد اللغات الإشارة الذي يقدم أفضل السبل لمؤمة إشارات اللغات الوطنية المختلفة العفرية والصومالية والعربية ويهدف هذا المشروع إلى فهم استخدام ومعرفة اللغات الإشارة بين الأشخاص ضعاف السمع بهدف رقمتها أو رقمنتها وترأس الورشة العمل المدير العام للوكالة الوطنية للأشخاص الذوي العاقة السيد دعالي سعيد محمود هذا أشار مدير عامل وكالة الوطنية للأشخاص الذوي العاقة إلى أن هذه الدورة تعد جزءا من سياسة الحكومة من خلال تعزيز وحماية الأشخاص الذوي العاقة وقال أن حماية وتعزيز الحقوق الأشخاص الذوي العاقة تظل إحدى أولويات الوكالة الوطنية الأشخاص الذوي العاقة في وجوبتي وأوضح أن الوكالة قامت بإجراء مسحن اجتماعي لغوي للغات الإشارة بهدف دراسة التشابه والاختلاف بينها لإثرائها والتسليل عملية رقمت في مصائد تاسم العشرين يونيو المصرم تمكن عناصر الدرك الوطني من لقاء القبض على سيارة تيوتا الأنكروزر كان على متنها ستة وثلاثين مهاجرا غير شرعيا من بينهم ثمانية امرأة فيما لاذا أصيقوا بالفرر وتأتي هذه العملية الناجحة التي قامت بها عناصر الدرك الوطني عقب تحقيقات وتندرج هذه العملية في إطار جهود الحكومة الرمية لمكافحة الهجرة غير النظامية بسبب المخاطر المترتبة عنها أمنيا واقتساديا واجتماعيا هذا وتم نقل المهاجرين إلى المعبر الحدودي القليلي عقب تلقيهم المساعدة الإنسانية والرعاية الطبية هذا ويسعى الدرك الوطني ليلا ونهارا لمكافحة الهجرة غير شرعية في ربوع البلاد وتم نقل هؤلاء المهاجرين إلى المعبر الحدودي القليلي عقب تلقيهم الرعاية الطبية وتقديم لهم مساعدات إنسانية وفي إقليم دخل ولسيما ناحية أبعيتا تتواصل الأنشطة الرياضية الصيفية التي قامت أمانة الدولة المكلفة بالرياضة هذا ونطمت أمانة الدولة المكلفة بالرياضة أنشطة رياضية مختلفة كالجري وطولة كرة القدم بالإدفة إلى العابة التقليدية ودابت أمانة الدولة المكلفة بالرياضة تنطيم هذه الأنشطة خلال موسم الصيف وفي الختام تم توزيع الكؤوس والميدالية للفرق المشاركة في هذه البطولة الصيفية تفيد وصائل الإعلام بأن الجيش الإسرائيلي أفرج عن خمسين أصيرا فلسطينيا من شرق غزة الجيش الإسرائيلي أفرج عن خمسين أصيرا فلسطينيا في شرق القرارة بخان يونس جنوب غداي غزة وظهرت مشاهد مصورة عددا من الأسرى بحالة صحية وجسدية سيئة عقب إفراج عنهم صباح اليوم بعد أشهر من الاعتقال في سجون الإسرائيلية وقال المكتب العالمي الحكومي بغزة إن ملف المعتقلين لدى الاحتلال يمثل عنوانا للإجرام الذي يمارسه الاحتلال مشيرا إلى أن الاحتلال يريد تحسين صورته دوليا بعد إضلاق سراح مدير المستشفى الشفاء لكنه لا يصدع إثبات إداعاته بحق المنظومة الصحية في إغداع غزة وكان الجيش الإسرائيلية أفراج اليوم الاثنين عن مدير المجمع الشفاء الدبي محمد أبو سلمية المعتقل منذ نوفمبر الماضي يا ذنبا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى الهاية النشرة وشكرا على حسن إشقائي والمطابعة اشتركوا في القناة